اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة احنا محتاجين نطحن السمسم فهجيب دلوقتي الكبة الصغيرة وهبدأ اطحن كوب ونصف الاكواب العيرية من السمسم وعلى فكرة جماعة وزن السمسم ده صافي 220 جرام من السمسم الصافي يعني بنحسب الاول وزن الكوب وبعد كده بنضيف السمسم وبعدين بنحسب الكمية كلها يعني السمسم صافي وزنه 220 جرام وبديل السمسم بالنسبة للضايط العادي يستعمله 220 جرام من دقيق الاشوفان وبعد ما طحنت اول كمية من السمسم هنحطها بقى دلوقتي في طبق كبير واطحن دلوقتي بقى كمية السمسم بنفس الطريقة كده احنا بنطحن السمسم يكون عامل معانا كده زي الدقيق البودر ما تطحنهوش كتير قوي علشان ما يتحولش معاك ويبقى زي الطحينة هنضيف بقى دلوقتي بقى كمية السمسم المطحونة في الطبق وبعد كده هنطحن كمان بزر الكتان انا هستعمل بمعيار معلقة الطعام تلات معالق كبار مليانين من بزر الكتان هنحطهم دلوقتي في الكبه وهنطحنهم بنفس الطريقة كده يكونوا عاملين معانا زي البودر بالزبط هشغل دلوقتي الكبه علشان اطحن بزر الكتان وبعد ما يتحن معانا بالشكل ده هضيفه دلوقتي فوق السمسم المطحون ودلوقتي في نفس الكبه هنحط اتنين بيضة كبيرة وعلشان ما نحسش ابدا بالزفارة بتاعة البيت فان هضيف دلوقتي حوالي معلقة صغيرة من خل التفاح العدوي ولو ما فيش خل تفاح ممكن تحطه خل عادي ما فيش اي مشكلة اللي هو الخل الابيض وشغل دلوقتي الكبه علشان البيت يتخفق معانا كويس خلاص كده البيت جاهز معانا هنسيبه دلوقتي على جنب وهنروح دلوقتي للاناء اللي فيه الخليط بتاع المكونات الجفة هنحط بقى دلوقتي الاساس معانا هي حبة البركة هنحط دلوقتي بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار مليانين من حبة البركة وهضيف دلوقتي ملح الهمالاية وانا مش هقطر الملح قوي انا معايا هنا معيار نص المعلقة الصغيرة احط حوالي ربع معلقة صغيرة من ملح الهمالاية ولو ما فيش ملح همالاية ممكن ان انت تحطوا ملح عادي وهنضيف كمان دلوقتي البيكين باودر انا هحط بمعيار معلقة الشاي الصغيرة معلقة صغيرة مليانة من البيكين باودر خلاص كده انا حطيت المكونات كلها تقريبا المكونات الجفة هنقلب بقى دلوقتي المكونات كلها مع بعض بالمعلقة بالشكل ده وبعد كده هنبدأ نضيف عليه المكونات السايلة هنحط دلوقتي خليط البيض اللي احنا عملناه وكمان هنضيف زيت زتون هنضيف الاول كده البيض ودلوقتي كمان هنحط زيت الزتون هجيب دلوقتي الربع الكوب العياري معيار 60 ملي بالزبط وهنحط فيه دلوقتي زيت الزتون يعني احنا محتاجين 60 ملي او ربع كوب عياري من زيت الزتون هنضيفه دلوقتي فوق المكونات وبعد كده هنبدأ ان احنا ناجن المكونات كلها لغاية لما تختلط مع بعض كويس هنبدأ دلوقتي ناجن بالمعلقة بالشكل ده مش هناجن بأيدينا خالص مجرد بس ان المكونات تختلط مع بعض خلاص كده بتكون العجينة جاهزة معنا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بتكون معنا بالشكل ده العجينة طرية وسهلة وينفع ان احنا نشكلها بتكون متفتتة شوية بس سهل جدا ان احنا نعملها اي شكل احنا عايزينه دلوقتي بقى انا جبت صاغ الفرن وحطيت عليه ورق زبدة وهنبدأ دلوقتي نشكل المخبوزات او الكعك شكلوه بالحجم والشكل اللي انتو عايزينه ممكن تعملوه صوابة او تعملوه دواير كده مفتوحة من النص او دواير بسيطة زي ما عملت دلوقتي زي ما انتو عايزين العجينة سهلة خالص تشكلها هناخد دلوقتي كمية من العجين وهنبدأ ان احنا نشكلها بالطريقة دي كده انا هعمل الشكل البسيط اللي هو على شكل دايرة بتكون معانا بالشكل دا ونحاول كده ان احنا نزبط الطروف علشان يكون الشكل معانا دائر ومزبوط وخلاص كده انا عملت اول اتنين من الكعك وهعمل باقي الكمية بنفس الطريقة ونحاول ان احنا نخلي الاحجام كلها يعني قريبة من بعضها تكون الاحجام متساوية وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها وبيكون جاهز معانا الصاج ان هو يدخل الفرن طبعا انا مشغل الفرن قبلها ان هو يزخن شوية بيدخل على فرن سخط على درجة حرارة 180 وده شكله معانا في الفرن قعد في الفرن بالزبط 15 دقيقة طبعا حجمه الضعف معانا بالشكل دا وهو بيطلع رغاوة كده اثناء عملية السوا مفيش اي مشكلة الرغاوة دي بتروح اول ما بيطلع من الفرن على طول بيقعد في الفرن 15 دقيقة وبعد كده بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعه وبيطلع معانا بالشكل دا دا وهو لسه طالع من الفرن بيكون طاري شوية بنسيبه الغاية لما يبرد خالص دا شكله بعد ما سبته برت خالص شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا ومتماسك وعلى فكرة بيقرمش وطعمه اكتر من رائع وانا قدمته بطريقة بسيطة جدا طبعا قدموه بالطريقة اللي انتوا عايزينها المخبوزات دي جميلة جدا ناخدها كده مع لبنة وخيار وشاي بتكون اكتر من روعة ودلوقتي بقى هنشوف واحدة كده من المخبوزات بتكون معانا بالشكل دا شكلها جميل جدا ورحتها اكتر من روعة وكمان ماخدتش وقت خالص خمستاشر دقيقة بس وبيكون جاهز معانا احلى واجمل كعكة او مخبوزات جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكوا قوي شايفين ما شاء الله مقرمشة جدا ومستوية واضمن لكم ان الطعم اكتر من رائع وبالنسبة للضايط العادي يبدلوا السمسم بالشوفان ويمشوا على نفس الخطوات هتنجح معاهم ويكون جميلة جدا وهقول لكم على حاجة علشان تفضل المخبوزات او الكعك دام ارمش معاكم ما يطراش ابدا اه حطوه متفرط زي ما انا حطاه كده متوزع ما تحطوهش فوق بعض وكمان ما تحطوهش في التلاجة ولا تحطوه في كيس ولا في علب التلاجة سبوه متفرط بالشكل ده كده جوا الفرن وتاخدوا منه وقت ما انتوا عايزين بيفضل معاكم ارمش لغاية اخر واحدة وكده قدمت ليكم احلى واجمل مخبوزات للفطار او الكعك بحبة البركة مناسب للكيتو دايت وكمان مناسب للدايت العادي مع استعمال الشفان ومناسب لمرضى السكري وكمان لمرضى حساسية الجلوتين من غير اي نوع دقيق من غير زبدة ومن غير منتجات قلبان اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة ولما تجربوا الوصفة اكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها ايه وبالفهانة وعافية اشتركوا في القناة